ما حكم غيبة أهل الأهواء والبدع لا فائدة من ذلك لا فائدة من غيبتهم إلا إذا كانت المصلحة هرجح لأن يكون هناك من يغتر بهم فلا مانع أو يجب أن تبين حالهم لأن لا يغتر بهم من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولي أئمة المسلمين وعامةهم أما إذا كان هذا من باب التشاهي هذا حرام ولا يجوز